يا مسائل فل والسعادة لكل اللي بيسمعني حيلن بالن على هوا الراديو تسين تسين قد المقام حلقات الويك اند بكون معيكم جمعة سبتمون تصف الليل النهاردة بقى في قد المقام عايزة دادش معاكم في ايه كنت بتكلم على الواتساب مع وقت صاحبتي عايشة في بلد عربي فبقول لها ايا نسرين شاتيتو ولا لسه فقالت لي لا يا بسانت احنا ما عندناش شتا احنا عندنا يصيف قوي يصيف بس فاللي هو قلت لها ايه ده يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا نسرين فقالت لي يعني احنا ما عندناش شتا قلت ايه ده ايه الفكرة الغريبة ده يعني الحقيقة انا مش متخيلة انه الواحد يبقى عايش من غير شتا يبقى عايش صيف بس طول الوقت او في بلاد تانية على العكس بقى طول الوقت طول السنة تلج بس او برد بس فالحقيقة ان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة يعني انا عم علينا بمناخ رائع وتشوف ده على وش السياح لو رحت الهرم ولا رحت القلعة وكده ويقولك يا سلام ايه الجو الدافي الجميل والشمس الجميلة وخاصة لو سياح جايين من اوروبا او سياح جايين من دول عربية شقيقة بيبقى عندها يصيف اوي يصيف بس يعني اللي هو يعني معقولة مفيش ولا شلان ولا بلوفراتب ولا لبس الشتا الشيك ولا الزكريات ولا الغاني ولا علي الحجار لما الشتا يدق الببن يعني الفكرة دعتني للتساؤل وقلت انا هفتح كده كلام مع الناس النهاردة وقلهم ماذا لو ما كانش فيه شتا هنحمل ايه يعني فنجان القهوة بقى والمطرة ورحت المطرة والمطرة لما تمزل على الشوارع المطربة تهديها ويبقى ليها ريحة كده والنقط المطر لما تبقى على فروع الشجر والوارد في البلكونة وتفاصيل الشتا بتاعتنا كمصريين يعني حتى الشاعر محمود درويش يقول لك ايه وللحنين فصل مدلل هو الشتاء تخيل انت بقى لو مفيش شتاء النهاردة كمان 4 نوفمبر عيد الحب المصري عايزين بقى نحتفل بيه وتحتفلوا كده بحبيبك وتقول لهم كل سنة وانتو حبيبنا وانا بقول لكم كمان انتو كل سنة طيبين كمان عندنا النهاردة 4 نوفمبر 1922 شو بقى من كم سنة كان اكتشاف مقبرة الملك توت او الملك توت عنخ ايمون او توت عنخ ايمون او زي ما بيقولوا برا توت انخ ايمون اه تعرفوا ان كان اول حد اول حد يحط رجله في مقبرة توت عنخ ايمون وقت البعثة بتاعت هوورد كارتر ده كان طفل مصري هو اللي دخل ويعني بص المصري برضو حاطت رجله في كل الحاجات يعني وهو احنا برضو نكتشف المقبرة عندنا والاستاذ هوورد كارتر هو اللي يبقى الاكتشاف باسمه هو طبعا هو اللي اكتشفه بمساعدة علماء مصريين لكن هو كان رئيس البعثة اللي موجودة ونشوف بقى حكاية هذا الصبي اسمه حسين عبد الرسول ده اللي هاوديكم لحكايته في مكان قد المقام النهاردة لكن خلوني اقول لكم ايه اكتر حاجة بتحبها في تقوس الشتة وذكرياته معاك واكتر غني بتحبها في الشتة تسمعها النهاردة في مكان قد المقام هاوديكم عند مقبرة توت عنخ ايمون او طت عنخ ايمون زي من الغرب يطلق عليه النهاردة هحكي لكم حكاية حسين عبد الرسول هذا الصبي الصغير المصري وده اول قدم تطأ المقبرة على فكرة في بعثة هوورد كارتر والبعثة على فكرة كان فيها مصريين ومنهم حسين عبد الرسول ولو دخلتوا كده على الانترنت وكتبتوا حسين عبد الرسول هتشوفوا شكله لانه لازم تعرفوا هذا الرجل الصغنان اللي دخل علشان يعني يقود بعثة هوورد كارتر انا معايا التليفون يا عاطف يعني انت خدت عيان وتعبان وقلقتين عليك يا اخي لا الحمد لله تكفى بس الناس ما اصوتك تمني على صحتك لا الحمد لله احسن كتير الحمد لله في نعمة الحمد لله دايما دايما يا عاطف قولي بقى انت موليد نوفمبر موليدة ويعني ربنا يتركك يا رب واسعدين جدا لا دا انا انا مبقى سعيدة لما كل مستمعين يبقوا متوصلين معايا سواء ببرا الهوى او جوا الهوى بقى حب بقى مطمنة عليكو كلكو بصراحة ربنا يخليك ربنا يخليك قولي بقى احتفلت بعيد ميلادك اه طبعا والله جيبت تورتة تورتة ايش غنطوتة كده عليك لقى عندك كام سنة ولا بلاش نقولي واحد واربعين يا غطيب بلاش نقول كل سنة وانت طيب بتحب الشتة اكتر ولا لصيف اكتر يا عاطف لا انا بحب الشتة بصراحة يا راجل طب يقفل السكة في وش حالة واعمللي بلوك بتحب الشتة ليه لانه لطيف والواحد كده بيستمتع بالمطر والجو الجميل واحد مش مفرهد ليه ليه لا لا والسعه الحلوه الجميله دي سعه الحلوه اه طبعا انا كائن شتوي انا كائن صيفي انا كائن صيفي انت كائن صيف تخيل بقى لو كان انت عارب بقولك كنت بدأ الحلقه انا عند واحد صدقتي عايشة في بلد عربي فبقولها شتته ولا ايه نسترين اكتلي شتة شتتنا ايه احنا معندناش شتة احنا صيفي الوقت يعني يصيف اوي يصيف بس ايه ايه الحلوه جميلة طب هنبعتك بقى يلا ايه اسمك بالكامل هنحجز لك التسكرة باول خيارة صيفي كل الوقت مفيش مشكلة خالق والله العزيم ايه والله لا انا احجز لك الطيارة تبعت الهوى اسمك بالكامل رقم بطاقتك هحجز لك الطيارة سبع الصف انا جاهز جدا هههههههههههههههههه تفتكر يا عاطف احنا استخدامنا لا يعني استخدامنا للجو اه احنا بنساعد فتلاوسه يعني احنا عاملين مشكلة من مشاكل المناخ والان راسمك بالكامل بنعمل ايه الغلط احنا كما يعني كنيس نعمة ده ان احنا بنكربس على النفطنا للشوارع وبنكربس على النفطنا كل حدا بنروحها. احنا ما بنسهلش النفطنا لطريقنا. صح? انا لغاية النهاردة لما بشوف عربية الشاكمان بتاعها بيطلع حباب السود ده مبقاش مصدقة ان الواحد ما هوش امين. اه. يعني انا. يعني ساعات كانت عربية تعدي عشان من راحاتها تب ببقى نفسة جيدة. معلش يعني. انا ببقى ممكن يغمى على. اه يعني. بتعلي عشان اللي انت بتطلعه ده. طب اقول لك ان فيه ناس بيحصل لها يعني ناس مرضى يحصل لها ازمات اه ازمات قلوية من الرواد دي. يعني قد النصب بقى عن سوق بالازون اللي هو يعني اه. يعني هي هي هيشتمنى ويجري. اه. لكن الحقيقة ما ببقاش فهم ضمير البني ادم اللي ببقى ماشي وعارف ان عربيته او المتسكل بتاعه او اي مكان المركبة اللي هو ركبها. اه. مطلعة هذا العدم اه السام. اه. اه. لازم. لازم ده يشم اللي بيطلعه. هو بيشمه. هو مش مستوعب اصلا هو ادراكه او وعيه. هو مش فاهم انه هو بيسم كل اللي حواليه وكانهم بيقتلهم. زي اللي بيدخن كده بالزبط. طيب. ايه. طيب عشان ما كشش بقى في كلام جد وعامل كده. اه. انا عايز احتفل بعيد ميلادك النهارده مع اصدقائنا في قد المقام. ونقولك الحمدلله على السلامة. وان شاء الله يا رب شفاء تام تام تام. والله شكرا على كل الحب. وشكرا للأستاذ مصطفى امين. اه. يعني ابتكر فكرة عيد الحب المصري. في اربعة نوفمبر الف تسعمائة واربعة وسبعين. اه. يا ترى يا هل ترى. ليه الفكرة دي جات للأستاذ مصطفى امين حد بينكم يعرف. ده انا الجندي. صباح الورد والفل وياسمين عليك يا حبيبتي. اه. بتقول منورة ومتقلقة دايما. ان شاء الله يخليكي. اه. بتقول الشتاء في مصر اجمل. اه. فصول السنة ودافق وفي حلاوة شمس نتي تا 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 وخف الدم ميشي. بتقول فكرتيني بأيام ما كنت بروح رحلات وروحنا القلعة. وشوفنا السياح وهم مستمتعين بحلاوة شمسنا وخفت ظلنا. والجوة عندنا رابعة طول السنة. قالو قالو قالو. قالو قالو. مساء الفل يا بو كارما. مساء الجمال على عيونك يا بسانة. ربنا يخليك ازايك? بخير طول ما انت منورة الدنيا. والليل احلى مع بسانة بكرة. ربنا يخليك يا بو كارما محمد عبدالجوات بتكلمني منين يا محمد? انا من كفرة هورموس الجيزة. كفرة هورموس. اه. محافظة الجيزة. تحديدا جنوب محافظة الجيزة. اه. اهلا. 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 تحب الشتا ولا ما تحبوش? احبوش. احبوش يا بابا. لا باعشاء. اه. قايت ان عامر تلت قايت احبوش الناس كلها كلها قتلك احبوش. لا انا احبيه. اه احبيه. 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 فيه سر ارتباط الشتا بالاحساس كمان بالرومانسية وباللطافة وباليه. صح ولا ايه? كل حاجة حلوة في الشتا بص. تكل كويس. تنفسي كويس. صح. تبتمشي وتشم هوا انضف منه مفيش وقت مل واحلى منه انا بعرف اعمل كمان ريجيم في الشتا. تصدق? معرفش اعمل ريجيم في الصيف ابدا. لاني بعض اشرب في عصير واشربها حرانة واكل جيلاتي وكده ده الدنيا حر. لكن الشتا معرفش بحس ان جسمي بيخزن طقة فبعرف اعمل ريجيم. لا انا بقى انا مش بعمل ريجيم انا باكل بس بمشي. احلى حاجة المشي. وفي الشتا مفيش احلى منه المشي. طبعا لان الشوارع بتبقى اهدى ولما المطرة كمان تنزل كده وترطب الجو بتبقى يا سلام على ريحة الشوارع المشي في الشوارع مصر بعد النطرة ما بتنطر. سمعت عن مؤتمر المناخ اللي احنا بنعمله في مصر? طبعا طبعا. اوكي. ايه رأيك في الحكاية? اتمنى ان احنا يعني نخرج منه باستفادة ونطبقها عمل. يعني انا كمان نتمنى. يعني فيه اكيد فيه كلامة يتقال وفيه توصيات اهدى احبار. الله يفتح عليه. ان شاء الله تتطبق على الارض الواقع بالدنيا. ايوة لان احنا يعني كمستخدمين للجو والطقس والوزر والحاجات دي. علينا حاجات كتيرة جدا ع عشان نحافظ كمان على مناخ مصر الجميل. وعشان نحافظ عليه اللي جاي بعدنا. واللي بعدين يحافظ عليه اللي اللي بعدين. الله يفتح عليك. مزبوط. 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 ايه اكتر حاجة تحبها في طقس الشتاء? هل القهوة? هل الدفاة? هل سماع الراديو? هل ايه? حوالي. اولا فيه كان حاجات كتير بس احلى حاجة لما تهاضي تسمع الراديو وانت مكلفكة بالبطنية او انا كراجل بقى كان حمر عبد الجواز. اه. لما تبقاه فيه في اهوة بلدي في باب الشعرية. الله 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 الله. والقهوة بتلب ببين بابين مقفلين وباب مفتوح نصه كمان. والشاي بقى على بسطة بقى شوية شاي بلبن حلوين كده? شاي بلبن سحلة. اهوة وانت قعدة بقى بتلعب الضمانة الطاولة مع صاحب. الله عليك يا مصر يا قصيل انت. لا ده. يعني برجل حاجتين دول انا بحبهم جدا. اه. اللي انا سميها راديو. اه. فحلوة الشتاء اكلفت. على السرير او على كنا بقى الراديو جنبي. هل في ومعينة يا محمد. يا بو كرمة. اه مرتبطة معك بالشتاء? تحب تسمعها في الشتاء? اه. اه الاستعراض بتاع محمد فوزي وشادي واشمال ياسين. اه اللي هو فستان الزفاف والطرحة. اه. فيه في الوسط. هو بتاع كل استعراض ده. بيغني لكل الفصول الجو. صيف وربيع وخريف وشتاء. اه. فده بقى الفور سيزن زي ما انت قلت. اه. بتاع جيفال زي. اه. اه. فوزي ده كان يعني رخر يعني عبقاري زمن. اه. بعد عشق الاول. اه. مستاني الصفاف والطرحة. عنوان الانا والفرحة. حبيبي اه. 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 عايز اعمل اه ده لعبد الجواد ابني. عشان هو عيد ميلاد. الحميس الجيان شوء الله يوم عشر اه اه. اه. والشيماء مراتي ام كرمة عيد ميلادها. كل سنة وانطيبة يا ام كرمة شيماء يا جميلة والعبد الجواد عبودة. الله يخلي. الصغنة. يوم كمانتاشر حداشر الجمعة لبعد الجاي. اه. انا كان عيد ميلادي الجمعة لفات التمانية عشرين اكتوبر فحنا الثلاثة عقارب. يا ما شاء الله بيت العقارب. انا محب برج العقارب. انا اخويا ومراته عقارب. تصدق? واعتبريني انا اخوكي وشيماء مراته خوكي على دماغي. يا سلام ده على دماغي ده. انا ليه الشرف والله يا بيت. الله يخليك الشرف لينا بسانت ربناك. تسلم لي نورتني وكلمني دايم. ان شاء الله ربناك. تسلم لي. تسلم لي. تسلم لي. مع السلامة. باي باي. باي. قبل ما احكي لكم اه حكاية اه غنوة فيروس حبيتك بالصيف وحبيتك بالشتي. اه. عايزة اسلم على يعقوب خيري. صباح الخير عليك وستاذة بسانتو على البرنامج قد المقامه على كل راديو وتسين سعين. اه. بيقول برنامج قد المقام كل يوم جمعة وسبت بعد الساعة اتناشر بعد الساعة. لا اهو احنا اتناشر بالليل. انت كاتب بعد الساعة اتناشر بعد منتصف الليل. لا يعني في حاجة هنجت منك هنا يا يا عقوب. انا اتناشرتين تلاقيني جمعة سبت طالع عليها. اه. مين دانا الجندي بسلم عليك يا دندن? مين? بيقول مسائل خيري بسانت اه. لنا في الشتا كنبة وبطنية وراجل تسعين تسعين والباقي تعوضوا الايام. عسر والله يا ري مرسي. اسمك ايه ولا اسمك ايه? وفق علي بسلم عليك. احمد عبدالهادي مسائل خير والسعيد. على حضرتك وسائل سانت مسائل فل. اه. عيد حب سعيد. ده يومنا فاروق. حماد المصري. حماد المصري مسائل فل يا حماد. كل سنة طيب عيد حب سعيد. اه. طيب يا حماد هسماعك وقل الجسار النهاردة. انا عارف انت بتحبه والجسار. اه. ما حضر لك الغين ولا انت بتحبه. تسوقي. الانسانة بسانت صاحبة المقام كل عام وانت في حب وسعادة كل المصريين بخير ودافق ممتر شتاء. ايوة دافر. حق ايه? دافق ايه? كان بيتقال ايه? في المدرسة احار جاف صيفا. دافق ممتر شتاء. بنقول هكده واحنا مش فهمنا واحدة صغيرين. اه. احمد عبدالهادي بيقول الشتاء جميل وانا بحب الشتاء. كلنا بنحب الشتاء. اه. هيس بالبطار بس اللي بحب الصيف. اه. دي سوي بيقول القهوة الشتاء والكاكاوة والسحلة. فات. 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 كل عام وانتم بخير. الشتاء هي. الشتاء هو دفء الاسرة. والجلوس مع الاولاد. ويا ريت نسمع غنوة كلنا في اواخر الشتاء. ايه لسه. شكرا لحضرتك حضر لو عندي حضر. اه. بورعي فود. اه. بيقول ايه? البرنامج الرسمي للمطعم. احنا عايزينك كل يوم. مستاذا بسانت في الشتاء ده تعالي كل كريب. الشتاء بيحب الاكل. خلاص يا جماعة. انا نسلة عشر نهاردة عند بورعي. يعني كريب. وهجيب لك المستمعين كلهم ونيجي لك. اه. دي سوقي. عدس الشتاء. يا سلام على العدس. بس العدس لسه عليه شوية كده اسبوع كده والعشر تيام شتوية بقى تخش علينا كده بضهرها والنقوم دخلين كلنا على عدس وبصل بقى وديها. اه. اه. مين كمان? استاذ رامي الحلواني برج العقرب وكان اول مبارح. اه. والله ازا ما بقولك كده نقوله بقى كل سنة روميو. انت هتقول لي على روميو. طبعا روميو كل سنة يا راميكا. اه. احب اهدي عاطف قصيدة اه. الشتاء مش ليك. دي. دي فين دي? احم صباح الورد على اجمل فسانتو بكر صباح الخير. اه. بيقول بقول انا بقول لمراتي كل عيد حب وانت معي ومنورة حياتي يا السلام على الرومانسي. يا السلام على الحني. طيب بصوا بقى. السناء الكبير فيروز. اه. وجوزها عاصي الرحباني. اه. قدموا طبعا الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الاغنيات بأدوات بسيطة جدا. اه. يعني انت تقول مطر يبقى فيروز. ما يفهاش كلام يعني. اه. مطر حب شعر موسيقى عتاب كلمات اغاني فيروز. فيه هذه المنطقة. فلما تقوله حبيتك بالصيف حبيتك بالشيتي. ويطلع كده على سوشيال ميديا يقولك لما يبقى السيف بقى حر جدا. يقولك والنبي ازاي فيروز حبيته بالصيف والدنيا حر وعرق. وبتاع لك كده نهاية. لستة يعني طبعا الحب ده. واحنا في عيد الحب النهاردة. مالوش ده ولا بصيف ولا بشيتي. اه. ايام البرد وايام الشيتي والرصيف بحيرة والشارع غريق. تيجي هالبنت من بيتها العتيق. ويقول لها انطريني وتنطر عالطريق. ويروح وينساها وتدبل بالشيتي. الحقيقة ان فيروز كانت واخدة معاد من خطيبها الاستاذ عاسي الرحباني في الوقت ده. اه. وقال لها انا هعدي عليكي ونروح البروفا مع بعض. والستة وقفت تستنى خطيبها. اه. اللي اتأخر عليها. اه. فزعلت جدا. والدنيا شتيت وبقت بحيرة حوالين فيروز ولا عارفة تعدي الشارع ولا عارفة تعمل حاجة. وبعدين جي اه. اه. عاسي الرحباني. يقول لها انا اسف ما تزعليش مني وحقك علي. وهي اتقمصت. وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بالشتي وكانت هذه حبيتك بصيت بصوا بقى هسماعلكوا صوت محمد ساري مهندس صوت زمالنا لان هو كمان مغنيها حلوة قوي كفر حمدا المصري بقى بيقول جو مصري يا فسنت ام الدنيا احسن بلد في العالم صيف وشتة اه والله العظيم صيف وشت وسام حبيبتي بتقول وديني هناك كنبي عند الناس اللي عندهم صيف على طول اللي كده ليه كده يا ويسة كمان يا سعاد نصر حبيبتي مساء الفل عليك يومنا بتقول الحمد لله على نعمة مصر وجواها الجميل عندنا مطر وشمس في بلاد ما عندها الشتاء ولا شمس ودفة زي عندنا احنا الحقيقة نتحسد على جونا انا معي تليفون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاكي محمود البالبالي الاسوان اهلا اهلا باهلا اسوان وكل حبيبنا في اسوان وبقول راديو تسعين تسعين مع بسانت بكر كل فاكهة وفتانين من السكيدرية والقاهرة لغاية عندنا في اسوان وشمتين يا سلام يا سلام يا سلام وفي السف بنسمعها عادي وفي الشتاء بنسمعكم من تحت البطانين كده هو؟ يعني انت تبقى تحت البطانية وانا عادة ساعنا في الستوديو ويرضي عن كله فتحيات الكل المستمرين ومساقبلي على كل الجابين المستمرين ربنا يا عزك انت يعني كلمتنا الاسبوع اللي فات وجوعتنا ومتلنا بإحنا عندنا الكشري والشطة وبتاع كلنا رقنا جيري وكله عنا عزك الكشري هتقول ليه الهاردة احلى اكلة حلي بالك اكلة شعبية من الدرجة احنا ما قلناش كده يعني ما قلناش حاجة بس انت طريقتك في السرد وانت بتوصف بص انا رقي جري تاني دلوقتي وبدأت ايها هتفتف نح جميلة والله مصر مصر جميلة والله في اكلها وشربها وجوها اه والله والله العظيم يعني انت عندك بقى الشتة شتة والصيف صيف في اسوان اه احنا في الشتة بنجيبكو بيت الجنجبيل دي ايوة احلقش بالسكر اشفتو يا جماعة يلا كله بقى يشوف الطريقة وهو بيتكالي يقولك الجنزبيل بنحليها ببطعة الحلوة الطحنية نجلبها كويس لا انت استنيني سانية واحدة سانية واحدة انت بتعمل الجنزبيل وتحليه بالحلوة الطحنية اكتبه يا جماعة وراء الاستاذ البرباري من اسوان الجنزبيل بالحلوة الطحنية تصدق ده ممكن يبقى حلو مع الصوت ده وفي حاجة الجنزبيل كويس في الشتة بيدفي وفي نفس الوقت الطحنية فيها نسبة زيت السمسل بترتب الحنجرة والجاء وتلاين يعني بتخليش فيه كحة ولا برد ولا كده الله طب يا جماعة الوصفات الاسواني دي مصرية جدا جدا بقى وصفات فراعنة اه بالزبط الجنزبيل ده بالزبط يعني مفيد جدا تعمل ايه جمان في الشتة يعني تعمل ايه تقوسك بقى بتاكله ايه عندك في اسوان في الشتة هل في اكلات معينة في اسوان في الشتة؟ اه عنديني الفسيخ صراحة الايه؟ الفسيخ انا الاسبوع اللي فات كشري والاسبوع ده فسيخ انا بقى مش مقالاش انا هسيب البرنامج وامشي هنا بالزبطين اه لا والله بجد يعني صراحة الفسيخ تمان دا دا اه جميل جدا معنشوة الشتة ريد تلك والخلد والنامول خله يا استيز محمود انا بنهار انا بنهار اه اه لا والله صراحة يعني مصر جوه جميل والله ذا ما الحمدال مصري دلوقتي بيعمل منشان ليومنا فاروق ويقول اللي اكلمي يا يومنا الفسيخ والكشري والمحشي من محشي. هو مسكنا كده على طول انا ويومنا عشان بنحب الاكل. اه لا الاكل جميل اه في مصر والله. اكلنا يعني صراحة تجي بيها من اسكندرية لغاية اسنان وشلقتين وكده. ايه غير الفسيخ يا استاذ محمود? يلا خلينا ناخد المينيو النهاردة كلها. ايه? ايه غير الفسيخ? عندك في اسوان في الشتا. اه غير الفسيخ بنعمل حاجة اسمها ايه? اه. الباميا براني. الباميا البراني? اه الفسيخ ده لو في الظهر كده الساعة 11 ساعة 12. انا حيب مكنه بالليل الحقيقة مروفش انا بيحصل لي. والباميا البراني كمان بقالدين حاجة اسمها برمع بالفخار دي. الباميا البرامي? اه بتعمل بتحمل البصل والااا. والطماطم كده. اه. بعد كده بتعمل الباميا البراني. اه. وتردي طبع اللحمة الجميلة دي اللي هي ايه? اه. انا خلاص انا خلاص. انا حتبع. حتبع على يا رجل الزينو في مجهيه دولتنا. انا خلاص. خلي اول الشهر. خلي بالك انها بقالي ساعتين قعد عالهوا وساعتين ساعة قبل الهوا. فيعني بص انا مش جعانة. انا ممكن اكلك انت شخصيا دلوقتي. فانك عمات لدي مامية وفسيغ. ما جلد مامية والله لما البراني لما بيحش الفرن. بيعمل حالة كده جبل اول ما استوي. بيجلي بالشج على طول تخليك تكسري الفرن بتاع اللي بتجعل. شكرا يا واسد عمر. انا شكرا لحضرتك جدا المداخلة دي. يعني شكرا جدا. انا هقفل الحلقة دلوقتي قدامي تلت ساعة عشان انا خلاص جعلة جدا. تبس اجيب في سيخ من ايه ساعتين بالليل. وتحياتي ليكم والله. والله بت يعني ضد يعني احنا بنغير الناضي عاكم. نا دورتني ده على دماغي. نورتني وانه بتكلمني كل اسبوع. امان عليك يا اخي. شكرا سلمي علي كل اللعب. تعيش تعيش. يا طيب. مع السلام. سنحت الله بركاته.